مازلنا لسه في سينة وجنوب سينة لما فيها من خيرات ولما حباء الله سبحانه وتعالى من نعم لان سينة ومصر هي الدولة او البقعة الوحيدة اللي رب العز سبحانه وتعالى تجلى عليها وتشرفت هذه الارض ان يتجلى عليها الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى جبل موسى فاكيد هذه البقعة المباركة والطيبة يعني تحتاج الى اهتمام واهتمام خاص وتقدير وتقديس خاص فلسنوات طويلة الحقيقة كان هذا الامر يعني غير ملتفت اليه لحد ما مصر الجديدة القيادة السياسية التفتت الى هذا الامر تقديرا لهذا التجلي الاعظم واطلق مشروع التجلي الاعظم وبيتابع بشكل يعني دقيق جدا ما يتم فيه النهارة الرئيس السيسي تابع ايضا الموقف التنفيذي لتنفيذ هذا المشروع مشروع التجلي الاعظم فوق ارض سيناء الحبيبة ومحيط جبل موسى وجبل سانت كاترين الاجتماع زي ما حراركم شافين شاهد استعراض كافة المكونات الخاصة بتطوير هذه المنطقة المقدسة مشروع التجلي الاعظم بما فيه انشاء مركز جديد للزوار يليق بهذا المكان وبقدسيته نزل بيئي فندق جبلي متكامل مجمع ادار جديد تطوير المنطقة البدوية الموجودة حوالي الوحدات السكنية اللي بيسكن فيها اهالينا اللي بيعيشوا في هذه البقعة المباركة مصارات المشالة هتكون موجودة البنية التحتية والمرافق واعمال اللقاء طبعا من السيول انشاء ساحة السلام عشان تكون يعني نشاط كده للاحتفالات والعروض المتنوعة اللي طليق بقدسية هذه البقعة من ارض مصر ومن العالم اللي تجلى عليها الله سبحانه وتعالى الرئيس وجه بالاتمام بكل التفاصيل التنفيذية لهذا المشروع الكبير اتصاقا مع مكانة هذه البقعة المقدسة اللي شرف الله سبحانه وتعالى بالتجلي عليها ولتقدمها هدية للانسانية وشعوب العالم كله على الشكل والنحو اللي بيليق بها تقديرا لإمتها الروحية الفريدة اللي بتمبع من كونها حاضنة للأديان السماوية كمان الرئيس وجه أن يتكامل هذا المشروع المهم مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها وفقا لمكانتها اللائقة اللي تستحقها وتعظيم الاستفادة من المقاومات الموجودة هناك دينيا واثريا وبيئيا بالإضافة طبعا لارتقاء بكافة المرافق الموجودة في سانت كاترين ترجمة نانسي قنقر